السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلا وغلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثاني شيء أبا أقول لكم بعد إذنكم ولطفا منكم أنكم ما تبخلون علي باللايكات لأن كثير كثير فرق شاسع بالمشاهدات واللايكات وهذا الشيء يأثر على القناة طبعا في ناس يرسلوا لي يقولون زيزي حنا ما نقدر نحط لك لايكات ولا اشتراكات ولا شيء طب ما هي فلوس يا جماعة ترى مجانا ما يأثر عليكم في شيء ولا يأثر في النت حقكم ولا أي شيء اللهم كدعم منكم لي في تحسين وتطوير مستوى القناة وإنها توصل إن شاء الله الأكبر عدد من الناس فقط إنه ترفع مستوى الفيديو فقط إنه يصير يشوفون الناس أكثر بس هذا هو الهدف من اللايكات فلما يتجي المشاهدات تكون مرة كثيرة واللايكات ولا شيء يعني مثلا عندي أربعين ألف فوق أربعين ألف فوق خمسين ألف مشاهدة واللايكات ما تتعدى ألف ليه يا جماعة المشكلة عدد الساعات إن شاء الله عندي مرة كبيرة يعني هذا الدليل عن إنكم تسمعون القصة من الأول للآخر بس عطوني يعني لايكات حطوا لي لايكات لا تبخلون علي ودعموني وإن شاء الله بإذن الله أني مستمرة معاكم وأسفة إن طولت عليكم ونبدأ بقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلا والله أنا البنت الوحيدة لأمي أبوي لمدة عشر سنوات يعني تخيلوا عشر سنين من الدلع والاهتمام والحب والطلعات والجيات والبذخ والعطاء يعني زي ما تقولون كنت عايشة أميرة وزيادة يعني اللي خلى أمي أبوي طايرين وفرحانين فيني أني أنا جيت متأخرة يعني جيت بعد سبع سنين تقريبا يعني جيتهم وهم شفقانين على الضنى وما أحكيكم على أنواع السعادة اللي أنا عشتها مع أمي أبوي لمدة هذه العشر سنوات بعد عشر سنين فجأة سبحان الله أمي حملت بدون عمليات ولا مستشفيات ولا علاج بقدرة الله فجأة كذا حملت مع أنها كانت يائسة هي وأبوي حتى أبوي يائس وشايلين الموضوعين من دماغهم نهائيا فجأت بنت وبعدها على طول جابت أخوي الصغير ولد شفت المقدمة اللي قلتها لكم يمكن تكون مبرر للحالة النفسية اللي صابتني وأنا صغيرة سبحان الله من يوم جو أخواني الصغار صابتني غيرة يا الله غيرة مو طبيعية بس الغريب أن الغيرة هذي اللي صابتني مو من أخواني لا الغيرة اللي صابتني من أمي بأحكي يعني غيرة مي عادية موت موت تنحرق إذا شفت أبوي يمدحها ولا يدلعها ولا حتى يسالف معاها ويضحك أنا يجيني جناني يجيني جنوني مو بطبيعية أبدأ أفتن بينهم تدنون اللي ساعدني على هذا الشي عماتي كان يضحكون يعني لما أحكيهم أقول لهم قلت لأبوي كذا قلت لأمي كذا أنا سويت لأمي كذا ورحت فتنت على أمي كذا يجلسون يضحكون يعززون فيني هذا الشي لين فعلا تعزز هذا الشي فيني وكبروه فيني صرت يعني أتفنن بالفتنة بين أمي وأبوي عشقي عشقي يا جماعة يعني أفتن بينهم أموت وأشوفهم كذا متخاصمين إذا شفتهم جالسين يسالفون ومستانسين أروح أقول لأبوي ترى ماما سويت اليوم كذا ترى ماما راحت كذا ترى ماما سويت كذا لدرجة وصلت المرحلة أني أكذب أكذب أألف أشياء لدرجة أن صار أبوي ما يصدقني لأنصرت أجيب لسوالف وأحط طلب من هنا ومن هنا وحاول أني أبالغ أبالغ عشان أشوف يضربها ولا لا أشوف يهاوشها أشوف يقاطعها طبعا أمي ما كانت تسكت يا ما كانت تهاوشني ويا ما كلمتني ويا ما حاولت فيني جاتني بالطيب جاتني بالضرب ما فاد معاي سبحان الله ما أعرف إيش السبب هذا الشعور نشأت وكبرت على هذا الحال لين وصلك مرحلة مراهقة وأنا على هذا الحال تخيلوا أمي متحملتني لما وصلت سن 17 سنة سبحان الله بعدها ربي هداني كأن شيئا لم يكن اختفى هذا الشعور نهائيا راح الموضوع مني تماما خلاص مدري هو عقلت مدري كبرت مدري أمي دعت واستجاب الله دعاها من يعرفه المهم إن المشكلة اللي بيني وبين أمي انتهت تماما درست الجامعة وتخرجت من الجامعة وتوظفت وانخطبت وتزوشت والحمد لله زوجي مره كويس معاي وولد ناس وجبت البنت الأولى والثانية والثالثة وسبحان الله جوني ثلاث بنات يهبلون مزز جميلات هاديات كل الناس يحبونهم مؤدبين مرة لكن الصغيرة لما بدأت تكبر سبحان الله والله لذي مني أقولها وأنا صادقة فعلا اللي سوونه في غيركم يرجع لكم أبقلكم كيف لما انكبرت بنتي الصغيرة تدرون بدأ يطلع فيها نفس العيب اللي كان فيني وأنا صغيرة يعني أشوفها تحاول تفتن بيني وبين أبوها والله العظيم إني كأني أشوف نفسي وأنا صغيرة يو ما أحكيكم أنا كنت ناسي الموضوع خلاص كبرت الموضوع كان مرحلة طفولة وخلاص كان في طفولتي وكبرت ونسيت الموضوع تماما ولا في عمري حطيته ببالي لكن سبحان الله هذه البنت صارت تدور علي الزلة على إيش؟ على أدفه شيء ما أسوي شيء يعني حتى لو أني ما سوت شيء تروح تفتن يعني تقول كلام موصح تشوفني أبحك مع أبوها راح تفتنت ماما راحات ماما سوت أمي 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 طبعا شيء مو طبيعي والله العظيم أني سويت كل الطرق معاها ما نفع تذكرت أمي وهي تجيني بالطيب وهي تصالف معاي وهي تحاول أنها تهديني وهي تحاول أنها تحتويني وما فات فيني هاوشتها ما نفع فيها ضربتها ما نفع فيها قلت لها يا خيب لا ترى أنا بتطلق بتطلق من أبوك خلاص أنت تبقيني بتطلق من أبوك فعلا ترى هذا اللي صار على الأقل أنا أبوي حبيبي لما كنت أفتن على أمي عنده كان يضحك أبوي كان عاقل كان عاقله كبير كان يضحك كان يقول لي طيب يعني يسلكلي أحيانا يجي أمي تقول لها كلمتين ينسى فيها كل اللي أنا قلتها يحب أمي يصدقها هذا اللي عندي لا بس يدور الزلة كذا منظله عسى ما تقول لبنتي شيء مو راضي يفهم ولاه راضي يقتنع ولاه راضي يصدقني أنها تكذب أقول له كذابة ترى والله العظيم مفترية كذابة يا ابن الحلال كيف تصدقها هذه طفلة كيف والله أنها تكذب عليك فهمته شرحت له أكثر من مرة ما عرفت إيش أقول له ما عرفت أصلا كيف أقول له أقول له أن هذا الشي كان فيني أنا أكثر وحدة فاهمة بنتي أكثر وحدة في الحياة فاهمة شعورها لأن أنا عشته سبحان الله مو راضي يصدق أبدا فخلاص صار بصف بنته بشكل يعني ما تتخيلونه فعلا تطلقتها مرتين بسبب المشاكل اللي سببتها يعني بنتي بيني وبين زوجي سببت فجوة كبيرة بينه وبينه سببت مشاكل سبحان الله صارت هذا البنت نقمة علي صرت أبكي وأدع الله لين نهار يا ربي أنا شويت يا ربي شو الحل تطلقت مرتين المرة الثالثة قلت يعني قلت خلاص ما عادي بغالها شي رحت أخدت بنتي ورحت فيها الدكتورة نفسية وقلت لها طبعا لما رحت عند الدكتورة قلت لها اسمعي ترى أنا قصتي كذا وكذا وكذا ورحت للأخصائية السلوكية وعلمتها كل شي حكيت لها كل شي حكيت لها حتى قصة طفولتي أنا من وأنا صغيرة أنه ترى جاني هذا الشعور وأنا أبكي ومنهارة تعاطفت معي أنا بنتي أحبها أموت فيها قالت لي عادي وطبيعي وترى تصير هذه المشاكل وياما أطفال يجونوا معاهم اللي أكبر من كذا بكثير قالت لي أنه حلها ترى مرة بسيط الصد مش تتوقعون حلها يلا قولوا اكتبوا لي تحت إش تتوقعون يلا تدرون أن الحل أني أقعد كل يوم كل ما وما رأيت بنتي وأنا رايحة وأنا جاية وأنا جالسة وأنا قاعدة وأنا قايمة أقعد أمدح في أمي تخيل وسبحان الله من يوم صرت أمدح أمي ومن يوم قالت لي الدكتورة أنه لازم تمدحين أمك قدام بنتك تمدحينها كثير بشكل مبالغ فيه تذكرت اللي كنت أسوي بأمي وأقول يا ربي يمكن أمي يعني أقول أمي يمكن ما سامحتني أمي يا رب يمكن الله سبحانه وتعالى يبغاني أكثر عن ذنبي عشان كذا ابتلاني بهذه البنت فسبحان الله العظيم والله أني رايحة وجاية وأنا أمدح في أمي الله أمي تجنن أمي أحلى وحدة في الدنيا أمي أحلى وحدة في الحياة أمي أم عظيمة أنا فخورة فيها أحيانا أمدح أمي قدامها يعني إذا رحت لأمي زيارة أقول الله ما هذا الزاني يوم أنت تجننين أنا أحبك أقوم أبوس راسها أظمها أبوس يدانها قدام بنتي فأمي تقولوا ما تكترين أنا ناسي الموضوع خلاص تدرون بنتي تقعد كده طالع فيني من بعيد كده تحس بأنها تعدى عليها والله العظيم الجماعة شوفوني لين الحين ولين اليوم وأنا أمدح في أمي قدام بنتي بس أبد سبحان الله بنتي يوم تهجد يوم ترجع تفتن وعلى هذا الحال يومكم هذا كنت أتمنى أن أحكي لكم القصة وهي منتهية بس للأسف لين الحين قصتي ما انتهت وأنا قلت لكم هذه القصة عشان تدعوني أن الله سبحانه وتعالى يهدي لي بنتي ويحنن قلبها علي ويسخرها ربي لي ويسخر لي زوجي وأكمل يعني باقي حياتي معا أنا وبناتي وبكذا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أن أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله شكرا للمشاهدة